مع تصعيد الحملات الإسرائيلية للتهجير في القدس المحتلة تتصعد أيضاً الخطوات الشعبية للمقدسيين ضد خطط الإخلاء والهدم وللأسبوع الثاني على التوالي تقام صلاة الجمعة بحضور شعبي في بلدة سورباهر جنوب القدس الشرقية اعتراضاً على قرار سلطات الاحتلال هدم نحو 15 بناية سكنية وتشريد سكانها المقدسيين القرار الذي حظي أيضاً بمصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا وخلال هذا الأسبوع وزعت قوات الاحتلال إختارات أخرى بالهدم لخمسة بنايات و11 منزلاً في بيت حنينة وسلوان والعيسوية وفي حي الطور القريب من البلدة القديمة ومن جهة أخرى رفضت المحكمة الإسرائيلية التماساً قضائياً تقدمت به جمعية استيطانية تطالب به مؤسسات الدولة بإغلاق بوابة مبنى باب الرحمة ومنع مجلس الأوقاف والمسلمين من الدخول إلى المبنى أو استخدامه مصلاً وكان مجلس الأوقاف قد فتح باب الرحمة بداية العام الحالي إذ تم إغلاقه بقرار إسرائيلي منذ عام 2003 فيما تستمر الاقتحامات الإسرائيلية اليومية إلى باحات الحرم القدسي وفي جلستها خلال هذا الأسبوع صادقت بلدية الاحتلال في القدس على رصد 30 مليون شيكل لإمداد خط جديد للقطار الخفيف الذي سيعمل على ربط سور باهر جنوب القدس المحتلة بمنطقة قلندية شمال المدينة وقد تقوم السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراضي عربية لتنفيذ هذا المشروع وتستمر جمعية العادل السيطانية بنشاطها خاصة في بلدة سلوان للسيطرة على البيوت العربية المحاذية للجهة الجنوبية للمسجد الأقصى وبعد 25 عاما من الصراع بين أروقة المحاكم أصدرت محكمة إسرائيلية قرارها بإخلاء منزل عائلة السيام في حي وادي حلوة ومنحه للمستوطنين خلال 20 يوما من إصدار قرارها لبرنامج القدس إيمان جبور قناة الغد